وعن هنا بنيجي نتكلم وإحنا بنتكلم عن هذا الحديث بنتكلم عن حاجة مهمة قوي إزاي نفهم للمسلمين بيجعلوا مثل هذه الأوقات ومثل هذه الحوادث التي مرت عليهم بالسعد والهناء زي حادثة الإسراء ليه بيجهروها نقطة فارقة في حياة الناس هنا بقى لازم نقول كده لازم نقول إن حادث الإسراء هي نقطة فارقة مسألة مهمة جدا إن حادث الإسراء نقطة فارقة نقطة فارقة جعلت أبو بكر الصديق صديقا وجعلت أناسا تواروا عن حياة النور والإيمان بس سيدة عائشة بتقول لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى إلا حصل أصبح يتحدث الناس بذلك الناس بقى الموضوع انتشر فارتد ناس ممن كانوا أمنوا به برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه الناس الأمنوا بحضرة النبي وصدقوه إلا حاصل ارتدوا وسعوا بذلك إلى أبي بكر عايزين ياخدوا إيه؟ ياخدوا الفتنة بتاعتهم وياخدوا هذا الارتداد بتاعهم فيعملوا إيه؟ فيعملوا تحدي لأبي بكر تحدي فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ ده صعبك بيقول أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ طبعا في روايات أخرى وزعم أنه ماذا؟ ذهب في رحلة نضرب فيها أكباد الإبل أشهرا ثم عاد في ليلته فهم عايزين يعملوا إيه؟ يعملوا تحدي لسيدنا أبو بكر قال وقال ذلك يبدو أنه هو سيدنا أبو بكر وكأنه فرح فظنوا أنه قد سر الشك إلى قلبي قال وقال ذلك قالوا نعم يا أبو فرحوا بقى جات لهم الفرصة عايزين إيه؟ يشككوا سيدنا أبو بكر في ماذا؟ في تصديقه بالنبي فسيدنا أبو بكر قبلهم بنموذج اللي عايزين يعملوا سيدنا أبو بكر ده نموذج للتفكير السليم والليقين قال لهم لئن كان قال ذلك لقد صدق لو قال كده صدق فإن اللي حصل؟ فهم استمروا بقى في إجراء الفتنة أو تصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لا أصدق فيما هو أبعد من ذلك أصدق بخبر السماء في غدوه ورواحه فلذلك سمي أبو بكر الصديق هنا بنقول لي بقى يا سادة رحظات الأشياء الكبرى هي لحظات فارقة واللحظات الفارقة هي اللي بتخلي البشر يعرفوا صدقهم فيما يتكلمون به وفيما يؤمنون به ماذا تعرف أنك صادق؟ ودوة السر اللي ربنا بيجيب الحوادث الكبرى في حياتنا الحوادث الكبرى في حياتنا هي اللي بتدل على صدقنا وهو دوة اللي جه وإحنا بنتعلم دروس الإسراء والمعراج إن إيه؟ إن هنا هناك من حصل على لقب كشف عن حقيقة علاقته برسول الله وحقيقة إيمان بماذا؟ بأنه ثبت على يقينه في لحظة فارقة سيدنا أبو بكر ثبت على يقينه في لحظة فارقة ولذلك ممكن تشوف كمان صدق سيدنا أبو بكر في إن هو على يقين مما عند الله لما تحدث حادث الإفك برضو حوادث كبرى حوادث بتكشف المنافقين وحوادث بتخلي الناس بتغرب للناس الحوادث الكبرى تغرب للناس فيأتي سيدنا أبو بكر في حادث الإفك فيحصل المسطح يعمل إيه؟ مسطح يخوض في حادثة الإفك وهو قريب لسيدنا أبو بكر وكان سيدنا أبو بكر بيصله بصدقة فلما يخوض فينا يمنع صدقته سيدنا أبو بكر فإيه ليه يحصل فربنا يخاطب رسول الله أن يخاطب سيدنا أبكر إيه فأفوا واصفحوا فيأمروا بالعفو والصفح ثم يضع معنا للعفو والصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم فسيدنا أبكر صادق قال أحب والله يا رب ووصل مصطح نسي كل حاجة انتهت القضية كلها لأنه ماذا؟ لأنه صديق بمعنى أنه يصدق وصادق في العمل بما صدق فسيدنا أبكر صادق في العمل بما صدق هنا بقى دي مهمة أوي إحنا في الظروف اللي إحنا فيها دي وفي الأوقات اللي إحنا فيها دي تأتي حادثة الإسراء والمعراج لكي تجدد فينا الحياة تجدد فينا الحياة إيه؟ بالعيش بما نصدقه الأشياء التي نصدقها كيف ماذا؟ كيف نحيا بها ونعيش بها هذه مسألة مهمة أنا أضرب لكم مثال يوضح لماذا سيدنا أبكر بقى الصديق طب هو الصديق بقى إيه؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإيه؟ وحسن الله كرفيق فبقى مع حضرة النبي بهذه اللحظة الفارقة اللحظة الفارقة إيه هي؟ لحظة شدة زلزي للناس ليه؟ هذه المسألة الحمل عليها على الإيمان وليس على المشاهدة والعيان يعني ده هيبقى الكلام على الإيمان مش على المشاهدة والعيان سيدنا أبكر ما شفش ده بس صدق حضرت نبي وعشان كده شيء مهم لازم نشوفه ونعرفه إن كان مهم والناس بتدرس العقيدة يبقى عندنا تلت العقيدة اسمه السمعيات اسمه إيه؟ السمعيات يبقى إذا صدقت بالله ربه وصدقت برسوله رسوله أتسلم بالسمعيات دي ولذلك كل المحاولات اللي حاولوا فيها يشككه سيدنا أبو بكر في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنجح هي نفس الكلام نفس الكلام لما يمر علينا في الأزمات اللي احنا بنعيش بيها دي ونسمع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لنا وليتمنا الله أمر هذا الدين فواحد يقول إزاي يعني في اللي احنا فيه ده ييجي بقى كلام سيدنا أبو بكر لنا كلنا لنا كلنا وإحنا بنسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى أليس الله بكافٍ عبده فين التصديق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين التصديق بهذه المعاني في الظرف اللي احنا فيه ده هو اللي يخليك تنتقل إلى حالة أخرى مع الله فإن يحصل فتجاور حضرة النبي في يقينه يعيش تجاور حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق مولاك صدق حضرة النبي صلى الله وسلم حضرة النبي قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله فلازم تصدق مولاك لازم تصدق حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن ببعض الأحيين الناس مش مصدقة هل مما نحن فيه في مخرج نعم احنا بنصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده سيدنا وبكر حتى ما قالش ليه مطيب اروح اسأله الاول ما قالش كده وانما قال ايه او قال ذلك هو بيتأكد منهم انه ما قال انه قال ذلك يعني انتم اتأكدتوا انه هو بنفسه قال كده فقال له نعم فقال ان كان قال ذلك فقد صدق احنا بقى عايزين نعيش المعنى دوت مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعيش الكلام ده مع مولانا سبحانه وتعالى ان كان قال ذلك فقد صدق صدق هقول لكم لمحة لطيفة فاكرين الحديث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سمي بي ام السنة كان فيه حاجة كده حصلت من سيدنا جبريل وتعجب منها الصحابة ان سيدنا جبريل كل ما كان يسأل حضرة النبي سؤال يقول له ما الاسلام فيجيبه ما الايمان فيجيبه ما الاحسان فيجيبه مع كل مرة كان بيجاوب حضرة النبي يقول له ايه صدقت فالصحابة كان يقوله فعجبنا يسأله ويصدقه هو ده معنى تصديق النبي هو ده معنى الايمان بالنبي فلزاك سيدنا او بكر نزل في منزلة الصديقين اللي هي منزلة تجعله في نفس المنازل العليا اللي قد تفوق منازل الملائكة اللي هو الصدق فجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان ايه اللي حاصل لازم نفهم ان المنزلة دي اللي هي منزلة الصديقية هي نفس الكلام اللي وصفت به السيدة مريم لما ربنا سبحانه وتعالى وصفى قال وامه صديقة فمعنى الصديقية هي كمال الايمان بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به عملا وعلما وتصديقا